مقرر الكيميا العضوية وهنبدأ بشابطر اتنين الألكنات والسايكلو الكانز هناخد أول محاضرة تعريفات أو ديفينيشنز الألكنات الجنرال فورميولا بتاعتها cn h2n plus 2 يعني ايه؟ يعني c أو زرة كربون بتاخد عدد يبقى الهايدروجين أو عدد زرات الهايدروجين ضعف العدد ده زائد اتنين ناخد مثال لو زرة الكربون واحد بقى اسمها c1 ما مكتبش الواحد طبعا بتبقى c عدد زرات الهايدروجين ساعدها هتبقى 2 في 1 ب2 زائد 2 يبقى 4 يبقى c1 h4 لو c ب2 بتبقى اله 2 في 2 زائد 2 ب6 وهكذا الستراكتشر بتاع الألكنات أو استراكتشر أوف الكانز كل زرات الكربون بتبقى sb3 hyperdization تهجين من النوع sb3 وبتبقى موجودة في التراهيدرال shape الزاوية بين الروابط تقريبا 109.5 طيب التهجين sb3 تاني بيحصل ازاي؟ بينتقل الكترون من 2s orbital بينتقل إلى المدار الفارغ أو الأوربطال الفارغ في المدار 2b وبيحصل بعد كده دوت بيحصل عن طريق excitation وبيحصل بعد كده تهجين بيعاد توزيع الانرجي بين الأربع أوربطالز دول علشان يديني أربع أوربطالز متساوية في الطاقة اسمها sb3 بتستخدم في إيه الألكانات؟ بنقول إنها الألكانات ليها أهمية اقتصادية كبيرة لأنها بتستخدم قوقود الألكانات بنقول إن هي saturated hydrocarbons أو hydrocarbons مشبعة ليه هيدروكاربونات مشبعة؟ لأن كل الروابط بين الزرات بتكون روابط أحدية كل الروابط بين الزرات بتكون روابط أحدية من النوع sigma طيب مش بس كده بنقول إن كل الزرات المكونة للألكانات هي عبارة عن كربون وهيدروجين مربطين مع بعض بروابط أحدية تساهمية من النوع sigma زي مثلاً الرابطة اللي بين الكربون والكربون وزي الرابطة اللي بين الكربون والهايدروجين الشكل بتاعها زي ما قلنا شكل تتراهيدرال والزاوية أو الزوايا بين الروابط بتبقى 109 درجة تقريباً ونص